كالدويل فاين إن شاء الله. سيد تميم. مرحبا بك من جديد. مرحبا مرد. أهلا. تميم قبل قليل كنا نتحدث عن موضوع الاقتصاد الأمريكي. فقط هناك نقطة يجب الوقوف عندها. وهي البنوك الأمريكية التي اجتازت في مجملها اختبار الجهد. أماما بسترس تست السنوي. كيف يمكن قراءة واقع القطع المصري في الولايات المتحدة الآن. هل يمكن الحديث عن تعافي؟ وطبعا انت عارف. التجسير الكمي اللي صار من 2008. لازم يعمل تعافي وتعافي في الاقتصاد الأمريكي. لأن الحكومة الأمريكية الفدرالي كان التجسير الكمي بأسعار رمزية بالنسبة للبنوك. ويريت العملية هذه تكون قدوة دائمة. كما بيحصل في بعض الأسواق الناشئة. الناشئة. لكن يعني التعافي حصل تعافي. ولكن لا يزال طبعا الاقتصاد الأمريكي الآن في مرحلة الانتعاش. حتى يكون هناك تعافي كامل. يعني كما يرى الاقتصاديين والمحللين. النتائج العام الحالي هي ستحدد تماما كيف سيكون نموزج وضع الاقتصاد الأمريكي بشكل. ما في شك طبعا عمل التعافي. وما كان متوقع أنها تعمل. كان متوقع أن يكون هناك فيه الفلاسات أكبر داخل الكيانة المصرفية. لكن عملية ضخة التيسير الكمي أدى طبعا إلى عملية الانتعاش الاقتصادي. وبالتالي كما ترى دحين عملية القروض الميسر وعملية الكونسومر برايد. المؤشرات الاقتصادية كلها في تنامي. وما في شك طبعا هذه أصبحت طبعا قدوة حتى أن الأوروبيين استخدموا نفس العملية في اليونان. وياليت تستخدم هذه العملية دائما في كثير من الاقتصاديات الناشئة. بالنسبة للاقتصاد الصيني تحديدا. رئيس الوزراء الصيني كان تحدث عن تحرير أوسع لنطقات تحرك اليوان الصيني في الفترة القادمة أوسع السرفة. اليوان الصيني مستقبلا في ظل الإصلاحات. وتخفيف كذلك معدلات أو توقعات النمو للعام 2012. هل تعتقد أن الضغوط الأمريكية والغربية ستخف بالتالي على الصين بشأن تحرير عملتها أوسعر سرفة عملتها؟ أن ذلك لن يكون كافيا بالنظر الغرب. خاصة الولايات المتحدة. طبعا أمريكا ما فيه شيء بيقنعها بالنسبة للصين كقوة منافزة ثانية اقتصاد في العالم. انت تعرف الصين الآن في الأسبوع اللي اللي فات. كان هناك فيه بيانات اقتصادية. وكان فيه هناك توجه من تقرير البنك الدولي للصين في عملية الاقتصاد الصيني للأعوام القادمة. طبعا ما فيه شك. الحكومة الصينية الآن فيه تغير شامل. لأنها تبحث عن تنمية مستدامة. وتبحث عن تطوير وتنويع الاستهلاك المحلي. بما يعود على الاقتصاد الصيني. لأنه تعرف كثير من الموارد الطبيعية الصينية في عملية التصنيع وعملية الانتاج والاستهلاك المحلي. تعود بالنسبة للاقتصاد الصيني بشكل أكبر. فهي ما فيه شك طبعا ضغوط أمريكية. لكن الآن تتعرف الصين فيها زي ما انت تكلمت في الأسبوع اللي فات. أنه وفيها الفجوة. الفجوة ما بين الصادرات وما بين الواردات. يعني بدأت في ازدياد الصادرات والواردات في الميزان التجاري. وخلقت عجز لأول مرة من عشر سنوات بواحد وثلاثين مليار. ولكن لا يعتبر هذا في الوضع الاقتصادي الحالي الذي يعيشه الاقتصاد العالم الآن. وفي النهاية سيكون في الصين في نمو مستهدف وهو 7.5%. يعني في أسوأ الظروف الاقتصادية العالمية يضل. وبالتالي الألوان الصيني في طريق لعملية التدويل. وفي طريق لعملية طرح السندات الصينية بالوان في الأسواق العالمية. وهذا قريب سيكون. والآن أعتقد طبعا كما تعرف أن الحكومة الصينية كانت الوضع الاقتصادي الداخلي مسيطر عليه الحكومة. لكن الآن التوجه إلى تنمية مستدامة ونمو مستدامة. وبالتالي سيكون هناك تأثير بالنسبة للضغوط الأمريكية. ولا تنسى أن العملية الشكوى الأخيرة التي قامت بها لأول مرة شكوى تقوم فيها أمريكا واليابان ودول أوروبا فيما يتعلق بالمعادن النادرة. والتي تستخدم في التكنولوجيا بشكل عام. التكنولوجيا العسكرية التكنولوجيا بشكلها العام. لكن التنمية ليست المرة الأولى التي تقوم بها أو تتقدم بها الولايات المتحدة بشكوى ضد الصين لدى منظمة التجارة العالمية. فإلى أين يمكن أن يفضي هذا الموضوع؟ خاصة أن الصين هنا تحتكر هذه المعادن النادرة. وليس هناك منافس. وبالتالي ليس هناك بديل لتوريد هذه المعادن لهذه الدول. للصين. لليابان والولايات المتحدة والدول الأوروبية التي أشرت إليها وتقدمت بهذه الدعوة. نعم. مراد أنت عارف 95% من هذه المعادن النادرة هي موجودة بالصين. الصين وضعت معدل التصدير بنسبة 31 رقم طن في 2011 و2012. إلا أن عملية التصدير ما استخدمت ولا نصفها. وبالتالي يرى الأمريكان والأوروبيين واليابانيين أن هذه المعادن تستخدم داخلياً حتى تكون هناك السلع الصينية التكنولوجية رخيصة. وبالتالي عملية المنافسة والاحتكار هذا ما أدى بهم إلى عملية التوجه بشكوى الصين. إلا أن الصين ترى أن هذا يسيء إلى علاقاتها كما حصلت في المشاكل السابقة. وأنه يضرب العلاقاتها الاقتصادية. لكن هذا المنتج أجمع هذه الدول كلها لشكوى الصين. لأنه هو الآن اللي أنت تعرف التكنولوجيا بشكل عام هي المسيطرة الآن. لأنه تكنولوجيا عسكرية وتكنولوجيا بجميع أشكالها. فالصين بيدها معدن وأتربة متطائرة مهمة لا يمكن أن تضحي بها. وبالتالي هذا سيكون الخطوة الثانية بالنسبة لنمو الاقتصاد الصيني. لأن عملية الاختراعات والصناعات التكنولوجية حتى في الصناعات الحربية والتكنولوجية 95% العالم يرى موجودة هذه المعادن موجودة في الصين. وبالتالي لا يمكن إلا التراضي مع الصين. لأنها موارد طبيعية. أما أن عملية الشكوى هي شكوى اقتصادية. ولا أعتقد في النهاية أنها ستؤثر على الكيان الاقتصادي الصيني. وبالتالي نسبة النمو فيها نهاية 2012 ستكون مؤشر للصين. وعملية استخدام هذه المعادن المتطايرة ستفيد بالنهاية على التأثير على سعر الألوان الصيني وصرع الصادرات التي هناك فيه فجوة الآن حاصلة ما بين ميزان الصادرات وميزان الواردات. على الرغم من هذه الفجوة هو البحث عن نمو مستدام. والصادرات نمت بنسبة 39% والواردات بنسبة 18%. فلا أعتقد أن هناك مشكلة بالنسبة للصين. إلا أنه عملية التحول الاقتصاد إلى اقتصاد حقيقي لا تهيمن عليه الدولة. وهذه هي الخطوة السياسية التي تبحث عنها نتيجة لضغوط البنك الدولي. وليست نتيجة لضغوط الأمريكية. وبالتالي الصين ماشية في طريق تنمية مستدامة. إذا ما تحدثنا كذلك عن أسعار النفط في الأسواق العالمية. خاصة بعد تخفيض توقعات النمو الصيني لهذا العام من 8% إلى 7.5% في المئة. كيف ترى تحركات أو أين ترى تحركات أسعار النفط في النصف الأول من العام 2012؟ النفط سيكون المتوسط في حدود 100 دولار. لأنه لا تنسى أنه بالنسبة للصين. هي تستورد الآن أكبر مستورد. في 6 مليون وصل حتى في المعادن إجمالا. وهو تخوف كان حاصل من أنه نتيجة الأجواء السياسية في المنطقة وفي دول منطقة الخليج والتهديدات إيران. بأنه قد يصل برميل مترول إلى 125. ولا أتوقع أنه سعر النفط يتجاوز هذه الأسعار الحالية. إلا إذا حصل هناك في مشاكل عسكرية أو سياسية في المنطقة. ولكن الأسواق عملت ديسكونت هذه الأسعار. وبالتالي عملية النفط اللي حاصلة في الأسواق بدأت تعالج بالمبيعات المستقبلية. وبدأت الأسواق تغطي أنفسها. ولا أعتقد أنه هناك في خلال الفترة هذه. حتى مع بداية تنفيذ العقوبات على إيران. أن الأسواق أخذت احتياطاتها في عملية النفط الناقص اللي بيجي من إيران. كيف تتم عملية تعويضها. حتى أنه البعض بيتكلم أنه الأسواق الخليج. طبعا ما في شك أن الأسواق الخليج قادرة على تغطية أي نقص في الإمدادات. وهذه طبعا سلعة عالمية. وسلعة رئيسية وحيوية بالنسبة للعالم. لا يمكن أن تتوقف. ويمكن أن توقف العالم كله من أجل خلافات سياسية تتحكم فيها دولة داخل منطقة الخليج كإيران. ولكن هذه الأمور الاقتصادية تبحث بخطط مستقبلية. وأريد الردو. السوق بدأ يأخذ احتياطاتهم. ولا أتوقع أن أسعار النفط حتى مع العقوبات التي فرضت. أنها تتجاوز ما نرى الآن في منتصف عام 2012. حتى منتصف 2012. وبالنسبة لسوق العملات اليورو. هل تعتقد أنه سيثبت فوق مستويات دولار 30 سنة. أم أنه سيعود أدراجة لاختبار مستويات. ربما في حدود دولار 26 سنة التي كنا شاهدناها في بداية هذا العام. ما في شك طبعا. أنا أتوقع أنه سنرى اليورو سيعود ثاني إلى 126 أو 125. وهذا طبعا من مصلحة الاقتصاد الأوروبي. حتى يكون هناك في عادة هيكل الاقتصاد بشكل كامل. في عملية التصدير. عملية السيطرة على الفجوة الاقتصادية التي نتجت نتيجة اليونان. واليوم وبكرة طبعا اجتماع صندوق النقد الدولي. اللي حيؤكد طبعا عملية الحزمة الثالثة. وحتى عملية الـ 28 مليار اللي سيضخها صندوق النقد الدولي. وبالتالي يعني علجت عملية اليونان. وأصر صانعي السياسة الاقتصادية في أوروبا. بأنه الموضوع السياسي يجب أن يحل. حتى وإن كانت اليونان أفلست. ولكن يعني الله يعوض على الأصحاب السندات اللي قبلوا بخمسين في المئة. وفي عملية عادة جدولة الديون. يريد طبعا كل اقتصاديات العالم يتم عادة جدولة الديون بأسعار الفوائد الحالية. أنت تعرف أسعار الفوائد قريبة من 25 نقطة. إلا أنه كثير من اقتصاديات العالم وبنوك العالم. وبالذات في الصناديق الناشية. في البنوكة في الدول الناشية والدول العربية والخليجية. ولازالت عملية الديون تتم معالجتها بأسعار بي آر عالي جدا في حدود 6 إلى 7 في المئة. رغم أنه الاقتصاد العالمي. ما بتتجاوز نسبة الفوائد فيه أكثر من 1.5 في المئة. فهذه الآن المواضيع الاقتصادية اللي بتراها بتدور في اقتصاديات العالم. وأرى طبعا أنه النفط حيبقى في هذه المستويات من 100 إلى 100 و 6 إلى 110. متوسط 100. اليورو حيصل إلى 125. الجنيه اللي يستبني لنفس مستوياته. الدهب حيبقى على هذه المستويات حتى منتصف العام هذا.